قال هزيم سلطان السويدي رئيس التنفيذي لشركة بروج للبترو كيمويات أن أعمال البناء والتطوير لمشروع بروج أربعة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية 2025 حيث تم إنجاز أكثر من 50% من أعمال البناء وبعد اكتماله سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة بأكثر من 28% ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 6 ملايين و 400 ألف طن سنويا وبذلك ستصبح بروج في المرتبة الرابعة في آسيا وأكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين وسيساهم المشروع بمعدل 63% ضمن برنامج المحتوى المحلي إضافة إلى ترسية عقود للشركات المحلية بقيمة 600 مليون دولار